أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتك أجرها مرتين وأعدد عليها رزق كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النسائين اتقيت كأحد من النسائين اتقيت فلا تخضعن بالأول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن أولا معروفا وقلن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الداهلية الأولى وأقلن الصلاة وآتين الزكاة وأتعن الله الرسول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يطلع في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أقضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعسي الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مهديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضوا زيد منها وطرا ثوجناك هالك إلا يكون على المؤمنين حرجوا في أزواج أدعيائهم إذا عضوا منه النوطى وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرد فيما فرض الله له سنة الله في الذي دخله من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما نبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيثهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ووشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا وبشهد المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تتع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليكم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عملك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن هبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي من يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ودع لنا ما فرضنا عليهم في أغوالهم وما ملكت أيمانكم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتقيت من من عزلت فلا جراح عليك ذلك أذنى أن تكر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الضغف وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا تعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشنوا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا لسائهن ولا ما ملتت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرات وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جنابي بهم ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رئيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمردفون في المدينة لنغرئنك بهم ثم لا يجاولونك فيها إلا قليلا ملعونين عينما ثقفوا أخذوا وقتدوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا منهم قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم دعفين من العذاب ولعلها لعنا كبيرا يا إيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا إيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشحقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي ذا تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم اثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزء كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوت العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل موزق إنكم لفي خلق جديد أفتروا على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والظلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود مننا فضلا يا جبال أوبي معه والطيق وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمننا نزقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء محارب وتماثيل وجفان منك الجواب وقدور الروسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليك الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأقل من سأته فلما قروا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في الأعذاب المهم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنة لعي يمين وشمال كلوا من الرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمد وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجاسي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيدوا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا ينبقون مثال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذننه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبير قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أرومي الذين ألحق ذنبه شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين تفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرضع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يغفط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالعا فأولئك لهم جزاء الدعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقد من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كافرون لهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفع ولا ذرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عن ما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعزكم بواحدة أن تقوموا لله متنا وفرودا ثم تتفكروا ما بصائبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجل فهو لكم إن أجلي إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقضف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ظللت فإنما أظل على نفسي وإن اهتديت فبما يعيي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فسعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقضفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يشتفون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأوضجاع للملائكة رسلا أولي أجنحة من مثنى وسلاة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتع الله للناس من رحمة فلا ممسك لك وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالد غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حك فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشريطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين دفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجل كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم بما يصنعون والله الذي أنصر الرياح فاتخذ صحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بكل الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب ولعمل الصالح يرفعه والذين يمقرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من ترابه ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تطع إلا بعلمه وما يعمر من معمل ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستمي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون علة تلبسونها فترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرقكم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا سرة وزر أخرى وإن تدعو مثلة إلى عملك لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من أبرهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزقر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزر من السماء ماء فأخرجنا بك ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى بإبسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نيتين يرجون تجارة الأنفبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مؤتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا لحزا إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها رصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يؤذى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات السدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفرت عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركوا في السماوات أم آتيناكم كتابا فهم على بينة من بل إن يعد الظالمون بعدهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبار في الأرض ومكر السيء ولا يعيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليوجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على طهنها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سيين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد أكت القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال فهم مؤمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصلون وسواء عليهم أغذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائلهم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة الردل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهفدون